وعقب لقائه مع رئيس مجلس وزراء الأردن بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني في العاصمة الأردنية عمان وبحضور سفراء دول مجلس التعاون الخليجي قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قال إن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية والأردن بلغ خلال الفترة من 2013 إلى 2020 بلغ حوالي 57 مليار دولار في حين بلغت الاستثمارات الخليجية في سوق عمان المالي ونظيراتها العربية والأجنبية حوالي مليار دولار وأضاف الحجرف أن المنتدى يشكل فرصة لأصحاب الأعمال للتوسع في استثماراتهم وتعزيز مجالات الشراكة مؤكدا أن التقلبات الاقتصادية العالمية تستدعي التوسع في الإنتاج والاعتماد على الصناعات المحمية والوصول إلى الأسواق العالمية